اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بعد يعني موضوع ما كانش أحسن حاجة في الفن يعني فكان دي زي كنتش عارف توصل آه كان أمل ده كان حاجة زي الأمل كده جات وسعيت وربنا أكرم طيب احكيلي بقى عن الأصلي والمشاركة اللي مكسرت دونيا في الأصلي والمسلسل يعني عامل صادق كبير جدا مع الناس وأنك تقف قدام نجمة كبيرة زي إرهام عبدالغفور احكيلي كده كواليس اختيارك للدور كانت عاملة ازاي الأستاذ عاملة حسن كلمنا وروح تتكلمت معايا قال لي أن أنا هشتغل هكون شغال مع الأستاذ عاملة في الورشة وهي لطيفة جدا يعني وبتساعد وروحها جميلة يعني في اللوكيشن كتعارفة أن أنت نجمة خارج من برنامج الدوم أنت نفسك تخيلك أن أنا بعد ما البرنامج يخلص بأقل من سنة أكون مشترك في أعمال درامية أنا عارفة أنه كمان كان فيه وبيننا معايد قبل الأصل فتخيلت أنه المشاركات دي هتجيلك بالسرعة دي؟ آه لأن هما كانوا وعدين بدا فكانت يعني ده كان عهد وهم وقفوا به يعني الشركة المتحدة وميديهب الناس محترمة جدا يعني فشكرا على كل حاجة يعني هما لغادي الوقت بنتوصل لأن الجائزة مش مبلغ مادي يقدم هي رعاية ده مهم ده الفانون يحتاجوا أكثر كمان من الفلوس آه بالضبط فلوس مهمة لكن كمان الرعاية فانية ده مهمة لو في حاجة حصلت بروح الشركة بفهم هما مساعدين جدا يعني ومرحبين بدا يعني هما زي صحاب أكتر ما هو الموضوع شركة يعني انت كمان لسه متواصل مع الدوم كان لك زيارة خاصة بالموسم ده وهو لسه شغال يعني آه طيب أنا بروح أنا رحت أول مرة رحت في البروفا بتاعت أول مرة دي كمان وأعدت على الستيج وكنت بكان الحكام وبعد أعمل كده وبتاع بس كانوا بتقول لهم ايه كنت بتقول ايه للمشتركين كل المشتركين السنة دي صحابي فكنت بقولت لهم حاجة واحدة بس ان هما ما تتوقعوش ايه ممكن يحصل فعلا لان لو انت فاكر ان ده كذا ف如此 أو ده كذا بس يعني قامل عليك واصحبا على الله لان فعلا اللجنة مش عارفة ده مين قبل البرنامج لان كلهم انا عارفهم شخصيا كلهم شطرين قوي كلهم شطرين قوي الموهب المشاركة كلهم حرفياً أسد ولذا بالصعب المنافسة طبعا بس الاخر في القاسف يعني هي دقتك بس إيه اللي ممكن يحصل وحتى لو حد خرج بيبقوا شطرين قوي هم بشكروا فيهم واللجنة مش عارفة أصلا سنة دي تقول إيه فاهماني اللجنة السنة دي ثابتة فهما بيبقوا عارفين الناس من المرة يعني مرحلة عن مرحلة وكلهم شطرين قوي أنا بحبهم وبروح دايما وهروح تتعيدهم في الاختيارات اختيارات المشاهد اللي هيعمل هو في حد بي روح تعملت ده آه روح تعملت ده بس ميشانة ميشانة مسؤول عنده بس الأستاذ عامد مبارك والتيم اللي معاه لو حد من صحابي عاس حاجة أنا وبتأخرش عليه في حاجة آه لكن ميشانة المسؤول عنده أكيد آه فده شغلهم يعني طيب سعد هنرجع نكمل كلامنا ونتكلم عم شاركتك في وبننا معاد والأصلي ونعرف كواليس المسلسلات دي لكن خلينا دلوقتي نروح لفاصل ونرجع تاني نكمل مع سعد سمير نجم الدوم لعشرين اثنين وعشرين مفيش ولا ربع جنيه أوكي شكل الغنوة ما عجب الكوش أحكي لكم حكاية هحكي لكم حكاية كان يا مكان حكاية في كل زمان ومكان بطلتها من الأميرات وبطالها من الشجعان لفوا بلاد العالم كله صحرة وغابة والله ما خلوا ما عجب الكوش ما هي إذنت برضو شوية طب فزورة فزورة لو عرفتوها هتديكم ربع جنيه لا هتديكم خمسة وسبعين يرش لا جنيه هتديكم أي حاجة مشهد كان رائع جدا الحقيقة المشهد ده هي فكرة أنه عندنا نجوم شابة كتيرة الحقيقة وبلدنا دايما مليانة بالنجوم في كل القطاعات لكن هي مسألت أنه إعطاء الفرص وده شيء مهم جدا جدا وأعتقد ده يساعد حصل معك من خلال الدوم ودي نقطة مهمة النهاردة وانت في المعهد وترجع بقى لزميلك بعد ما بقيت نجم دلوقت الموقف عمل إزاي؟ لا لا طبعا كلهم في المعهد نجوم يعني خلينا أقول دلوقتي شغال مسلسل تياترو برعاية دكتور أشرف زاكي 22 موهبة جبارة من المعهد فنو المسرحية ومثلين حلوين قوي عايز الناس تتفرج على المسلسل أكتر ما بتتفرج بس كلهم شطرين قوي لو تفرجت أنت هتنبهر شباب طاقة حلوة ومنهم بقر اللي كان معايا في النهائي بقر ده هو مسلسل شاطر قوي نجم فبغض نظر عن كلهم يعني بس أنا بتكلم عن اللي كانت تعاملي معاه قبل في البرنامج يعني يعني أحب أشكره دكتور أشرف على رعايته لينا في الموضوع ده الراجل ما بتأخرش علينا فيها حاجة مش علينا بس أي حد ما عد في الشارع لينا دكتور أشرف الصغار قبل الكبير بيخلص الموضوع عظيم مسألة الرعاية المستمرة ودي نقطة مهمة جدا أنت أشرت لها أنه الموضوع ما يبقاش برنامج واكسب فيه وانتهينا أنه المواب دي محتاجة اللي بيرعاها فنيا بعد كده اختيارات الأدوار ترشيحة الأدوار احنا نتكلم عن مسلسل وابننا معاد وكمان بنتكلم عن مسلسل الأصل نبتدي بابننا معاد وتعاملت إزاي ما عندك مسابري فقواز والحقيقة أنه يعني جميل جدا إحنا كلنا بنحبه طبعا فحكيلي عن كواليس مشاركتك فيها وزي تم اختيارك للدور هو ما كانش الدور بمساحته كبيرة قوي بس أنا عملت ده يعني كنت عايزة طبعا كنت لسه طالع وأنا عايز أخش يلا ابتدي يعني فهو كان في اللوكيشان صبري طبعا حد جميل وطاقته حلو قوي وشخص حتى كلامه داعم دايما رجل لطيف قوي ومسل أستاذ فهو كانت زجاة وشتاة الصبري عامل إيه أنا كلنا بنمسي عليه هنا بنفسي نفسك تقف قدام مين من النجوم الكبار؟ مين حلمك؟ إنت لما كنت لسه بتبتدي وعايز أمسل نفسك تقف قدام مين من النجوم الكبار؟ بالله لو كنت قدام مين من النجوم الكبار؟ والله لو كنت قديس خلا اللي فاتت فما كنتش هقولي هقولك لسه بعيدة بس أتمنى طبعا اليوم دي قد كده مشاركتك في الدوم أثار الطريق كنت شايفه صعب جدا وطويل جدا عليك؟ طبعا أنا حياتي تشقلي بتفهمني؟ اللي هو مش اقولك بقى بين ثلاث شهور اللي هما بتقولي الدوم؟ بين يوم ففجأة هتجت تفهمني بقيت جوه أتمنى بس إن ربنا وفقني دايما في الاختيارات فهتمنى أشتغل طبعا مع أستاذ هند صبري أستاذ كريم أبو عزيز هما كانوا حبينك قوي في الدوم باكان وضع واشتغل مع مخرجي مهمين كمان أستاذ بيه ترميمي، أستاذ أكامل أبو ذكري، أستاذ مرون حامد، أستاذ سامر محسن قال لي كلام حلو قوي أنا باتكلم بس عنه في البرنامج دلوقتي بغض النظر بقى عاوز أتكلم مثلاً أستاذ أحمد حسن مخرج مسلسل أصلي راجل ده جميل قوي بيطمنك ممكن تحس فيه مخرجين بالتنشين أو ضغط الشغل أو حاجة هو جميل قوي بيطمن خش ده يبقى مهم جداً لي كنت داخل أعمالك الأولى أنا حتى هو بيطمنك في كل حاجة حتى لو فيه حاجة في الأداء يقولك بص أيفراج على نفسك فأماني ما فيش حد يعمل كده طرت حدي شفته في المسلسلين اللي عملتهم سواء احنا نكلم على بينا معد والأصلي لأنه زي ما أنت كنت بتقول أنت كنت بتحلم أنه ده يحصل لكن كنت حسس منه لسه فكنت جاهز لا كنت محتاج حاجات تانية وده مهم عشان نقول للناس اللي بيتفرجوا علينا أنه حلمك ممكن بين يوم وليلة يتحقق المهم أنك تبقى جاهز أه وتسعى أكيد تسعى للحلم ده لأنك مش هيجي وانتقاد في البيت يعني أكبر مش تحدي يقدم هو أنا ببقى الشاف نفسي فدي حاجة مهمة للمخرج أنه هو بيوجه الممثل ما بقى الشاف نفسي خالص ففي حتة مثلا أنا بميل أكتر أن أنا أبقى أرمي فيه أو حاجة الدور ممكن ما يسبعش بدأ فأممكن يلحقني في وضعه زي ده فأمان أقول له لا يا ابني ما يقولش كده فأقول له آه تمام فأبنتناقش يعني موضوع مش تحدي قد ما المخرج بيبقى واعي إن لا خلي بالك آه تمام بس طبعا أنا بأسكوتش يا أصلا أنا بأخذ المشد ده مش حاجة أبني المشد تدخل يعني لا بس طبعا ما بتدخل بأقول عندي بس الأستاذ أمين جمال طبعا تحاول تقوله بطريقتك يعني آه أستاذ أمين جمال ومينة بباوي أخواتي طبعا وأسادزة هم الكتابة وكده بس أنا بحاول أضيف على قد ما أدي من روحي للشخصية بيبقى هذا ده جميل وبيرايحني طب احكي لي بقى عن الأصلي والدورف الأصلي أكبر من الدورف وبيننا معادي أحكي لي عن مشاركتك الأصلي ومتابع ردود أفعال الناس على مواقع التواصل الاجتماعي على المسلسل النجمة ريهام عبدالغفور عاملة حالة جبيرة جدا جدا يعني على السوشيل ميديا أستاذ بجد موضوع ما ما اختلفش في الأصلي قوي يعني بدوم لأول ما روحت لقيت مين يوسف أصمار في يوسف كان هو المزيع فجاء بقينة حاجة طبعا حاجة طبعا وبقينة بقى اللوها اشتغلنا سوا بقى خلا حتى والله سبحان الله هي رجعت من عند ربنا بعد ما كسبت قال لي إن شاء الله نشتغل سوا أو التاني لوكيشن نزلت أنا ويوسف لا الحالة بيننا لطيفة وكان الحمد لله قسر الدنيا يعني وهي قسر الدنيا طبعا بس الموضوع لطيف والحالة لطيفة جدا أنا شغال مع أستاذ ريهام في الورشة بحب بحب نسمة اللي هي ميرنا الجوهري صاحبتي في معترون مسرحية طبعا كزا حد في معترون مسرحية موجود في الأوسف يعني هو زي ما قلت لك الموضوع داعم جدا المعهد في نجوم فبقى بيننا بقى اللي هو الحب اللي هو أنا لأ أنا بابا وبتاع بيننا ماشي يعني وديتها شوكولاتة بس من بعيد فهمني طبعا دا للصح ولغاية ما هتكلم مع عم عب سطار اللي هو شغال معنا في الورشة اللي هو بابا بابا ها دا يعني طيب أنا ببارك لك جدا يعني منتظرة مزيد من الأعمال ومبسوطة بيك جدا 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 والحالة يعني المواهب اللي زيك لازم تطلع على النور ولازم نشوفها ولازم نستمتع بالفن دا وبتمنى لك يعني مزيد من النجاح إن شاء الله ونشوفك في أعمال أكبر وأكبر وسعيدة جدا بتبني المواهب الشابة اللي زيك بشكرك شكرا جزيلا فنان سعد سمير نجم الدوم عشرين اثنين وعشرين نورتنا في التسعة شرفت بك شكرا جزيلا كده مشاهدين خلصت مع حضراتكم حلقتنا النهاردة شوفكم دايما على ألف خير شكرا جزيلا شكرا جزيلا